قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنجالي قال إن التظاهرات المطالبة بالحقوق والمنتقدة لنقص الخدمات حق مشروع لكل مواطن منتقدا تسقيط المتظاهرين وتهديدهم بعمليات أمنية شنجالي وفي حديث صحفي أوضح أن التظاهر السلمي حق مشروع كاف له الدستور للشعب مبين أن سياسة التسقيط وتوجيه التهم تار بالإرهاب وتارة أخرى بالخروج عن القانون والتهديد بعمليات مسلحة ونعتهم بأسوأ الألفاظ هي سياسة ديكتاتورية مرفوضة تنتهجها بعض الأطراف لتكميم كل صوت معارض لها